البوذية من أديان الهند وهي كالجينية ديانة ملحدة لا وجود فيها لإله وهي منسوبة إلى بوذ المولود سنة 568 قبل الميلاد بشمال الهند من إقليم نيدال وذكروا له من الخوارق في مولده الشيء الكثير كما ذكروا أن والدته توفيت بعد ولادته بسبعة أيام لألا تعيش فتنجب غيره الاسم الحقيقي لبوذا هو سد ذرتا ومعناه الذي حقق أمله وأما بوذا فهو لقب ومعناه المستمير وكان أميرا ابن ملك وعاشك أمثاله من الأمراء غارقا في المتع والنعيم والطرف حتى بلغ التاسعة والعشرين وتغير مجرى حياته فقد رأى شيخا مريضا فانيا فتأثر بما رأى وساوره شعور لا يخلو من التجديخ فقرر أن يبحث عن الحقيقة وغادر القصر مودعا زوجته وولده وعاش بين النساك حتى صار من أئمتهم درس بوذا أسفار الفيدا واليوباني شاد وغرق في النسك والتقشف والتأمل وانتهى إلى أعلى المراتب بين النساك حتى صار مرشدهم ودرس البراهمية واطلع على عقيدتها ولكنه لم يجد بها ما يرجو ولم تبح له بسر الوجود والحياة فانصرف إلى غار في البنغال وقص على نفسه وتقلب في أشد ضروب الزهد والحرمان وإذلال الجسد وإرهاق النفس وتبعه خمسة من النساك جعلوه إمامهم وقضوا ست سنوات أشرفوا على التلف وكادوا يهلكون وانتهى به تعذيب الجسد وإرهاق النفس إلى حد السكون التام حيث كانت الطيور تقف عليه آمنة وكأنها تقف على عود ثابت بل كانت الوحوش تتحرك خلفه لا تقربه بسود وعاش على ذلك ست سنوات إلا أنه صحى من سكونه ومن الحياة التي يعيشها على جديد من الأمر فقد أحس أن التجربة التي خاضها لم تحقق غايته فصمم على الانتقال إلى حياة غير الحياة السادقة وحدث زملائه الخمسة بذلك فلم يستطيعوا ثنيه عن عزيمته فاتهموه بالردة والمروق واعتزلوه وغادروا المكان إلى مدينة بنارس أما بوذا فكان قد استرد بعض قواه ونشاطه وانتقل إلى شجرة جلس تحتها متربعا ضما يديه وفخذيه وساقيه وعزم أن لا يبارح مكانه حتى يتنزل عليه نور الحكمة والمعرفة وما كاد الفجر يبزق حتى أشرق معه نور الحقيقة والمعرفة وأضاء قلبه وأدرك ما كان يرجو أدرك أن الماضي والحاضر والمستقبل كل لا يتجزأ وأدرك سر الحياة والموت ورحلة الروح في مختلف الأجساب حتى تصعد إلى النرفان حيث العدم وفناء النفس أدرك أن الوجود يفنى في وجود مثل فناء الوان الطيف الشمسي في البياض الناصع الذي لا لون له أدرك أنه لا يمكن الوصول إلى النرفان إلا بعد صفاء النفس والفضاء في عالم الحس أما تعذيب النفس والجسد والعبادة الظاهرة فليس ذلك بسبيل إلى النرفان وبعد هذا التحول في حياة بوذا كانت الديانة البوذية وعقيدتها أن براهما الرب الأعظم يصيبه التغير والفناء مثله مثل أي كائن وجحدت الفكرة القائلة إن براهما يستمد وجوده من ذاته كما تنفي البوذية عن براهما أنه كائن روحي منزه من الشوائب وأنه مصدر المعرفة والإلهام وتعتقد البوذية بالتناسخ وهو عندها وعند أصحاب البراهيمية قصاصا لأن النفس الشريرة لا تنضي إلى النرفان لتفنى فيه وإننا تنضي إلى التناسخ الذي هو عقوبة للروح الشريرة في التي تولد من جديد لتحل في كائن آخر قد يكون إنسانا أو حيوانا أو نباتا أو جمادا وترى أن الجزاء عقابا أو ثوابا حتم لضمان العدل فلا يصح أن يتساوى المذنب والصالح ولا بد من أن ينال الشرير أو الصالح الجزاء ولهذا اخترع التناسخ لمن استحق العقاب والنرفان لمن استحق الثواب فالعقيدة في البوذية ليست عقيدة بالمعنى المعروف من كلمة العقيدة لأن فكرة الرب معدومة فيها فهي دين من غير إله وخلق من دون خالق والبوذية تعترف بالواقع والمدة ولكنها لا تحارب المؤمنين بالآلهة وهي مثل الجينية في الإلحاد أما من ناحية الشريعة فكل ما جاء في البوذية آداب وأخلاق حسنة أوامر ونواه تدعو إلى العمل الصالح والقول الصادق وعمل الخير للناس وكث الأذى عنهم والبعد عن تعذيب الجسد وإيلامه والتنزه عن الكذب والفسق والباطل كله وفي البوذية آداب وأخلاق فاضلة هي مواريث الفطرة وتوجزها الوصايا العشر التي جاءت في كتاب سوتا بيتاكا الذي يضم مجموعة من خطب بوذا مكونة من خمسة فصول وخمس الوصايا الأولى موجهة للعمة والخمس الأخرى للخاصة أي الكهان والخمس الأولى هن لا تزهق روح أحد لا تكذب ولا تقل غير الحق لا تأخذ مالا حراما رشوة كان أو سرقة لا تتناول مسكرا لا تقن صلة جنسية محرمة أما الخمس التي اختص بهن الكهنة فهن لا تأكل في الليل طعاما غير ناضج لا تحضر حفلة رقص أو غناء أو تمثيل لا تتزين بأي أنواع الزينة ولا تستعمل العطور لا تتخذ فراشا لا تقبل من أحد ذهبا أو فضة أما الخطايا العشر التي يجب أن يتجنبها الإنسان وعندما يستطيع الإنسان التزام الوصايا العشر وإضافة خصالا عشرا كان من السعداء الأخيار وهم الذين يصعدون إلى النرفانة والخصال العشر هي السخاء والجود العفو والحلم العفة المطلقة التخلص من العودة إلى الحياة الخلق الفاضل مع التفكير في العواقد القوة في منع النفس حسن القول حسن معاشرة الإخوان وإيثارهم على نفسه الإعراض عن الناس والتوجه إلى الحق بذل النفس في سبيل الحق مع الشوق إلى البذل سأل رجل بوذا العيش في ثروة وجاه أفضل أم عيشة الزاهد الناسك فأجابه بوذا في وسع كل إنسان أن يتقلب في نعيم الحياة الفاضلة إذا عف قلبه ولسانه ويده وأن لا يستعبده الشغف إلى الثروة وإذا ملك المال وأنفقه في وجوه البر والخير والصلاح فإنها تكون نعمة وخيرا وبركة ومما لا شك فيه أن بوذا من الناحية الإنسانية إنسان كبير قل في الناس نوعه ومن الناحية الاجتماعية مصلح اجتماعي أراد الخير وعمل على صلاح المجتمع وكان هو نفسه آية في حسن السلوط أما من ناحية العقيدة فقد انتهى إلى الإلحاد فما آمن ببرهما وغيره من آلهة الناس وأثر بوذا بشخصيته ودعوته في كثير من الشعوب والمجتمعات والأفراد منذ وجوده حتى اليوم فهو في الهندوسية من الأخيار بل رفعته إلى مقام النوادر الذين حلت فيهم روح الآلهة فاشنو وعده بعض النصارى قديسا عظيما وقال فيه شوبنهاور الفيلسوف في كتابه العالم إرادة وفكرة إن للبوذية المكانة السامية بين الأديان ومع أن البوذية هندية الأصل فإن عددهم في الهند لا يعد بضعة عشر مليونا أكثرهم من بورما وسيلانا والصين حيث صار بوذا نفسه إلها معبودا لدى الصينيين وأهل بورما والأقطار غير الهندية ترجمة نانسي قنع